اهلا بكم في حلقة جديدة من الراسبر باي شوفنا الحلقة الفانس كيف نحمل نظام الراسبيان ونشغل الراسبر باي ككمبيوتر عادي في الفيديو ده هنستخدم راسبر باي عشان نتحكم في اللمبة تنور ثانية وتافل ثانية وعشان نرتب الشغل هنقسم الخطوات على جزئين الجزء الاول الهاردوير مبدئا كده عشان اللمبة دي يتنور فيه شرط لازم يتحقق لازم السلك الغير ده يتوصل بالسالب والسلك الطويل ده يتوصل بالموجب واللمبة اتنور ولو السلك فصل اللمبة اتطفي الراسبر باي موجود فيها الاسلاك دي اسلاك الجيب اي او اسلاك الجيب اي او ممكن تعملك حكاية دي فيها اسلاك ممكن تشغل كهرباء او تطفيقها لادن فيها اسلاك سالب واسلاك موجب والتوصيل هيكون كالآتي السلك الزغير هيتوصل بالسالب والسلك الطويل من لمبة هيتوصل باي سلك من هنا سلك رقم 12 مثلا لكن لازم يتحط مقاومة 100 قوم على اقل لان الراسبر باي بتطلع امبير قليل جدا فاذا ما تحطش مقاومة احتمالا الراسبر باي الجزء الثاني البرمجة الراسبر باي بتتبرمج بلغة البايثون البايثون من اسهل لغات البرمجة في العالم مناس الوقت لها بمستوى برمجة عالية هنفتح برنامج البايثون ونكتب الكود ده هنلاقي اول سطرين من هنا عبارة عن library ومعنى library في البرمجة يعني ان فيه سطور برمجة كتير متلخصة في السطر ده اول library مخصصة للوقت عشان نقول له نور بعد الثانية ووطفي بعد الثانية اللايبري الثانية مخصصة عشان نشغل جيب اي او هنا عملنا متغير اسمه ليد ويساوي 12 برقم السلك اللي هنوصل فيه السطر ده عشان نغير طريقة عدق الساكت جيب اي او يعني بعد السطر ده الراس برو باي هتعد الاسلاك بحسب الترتيب مش بحسب رقم جيب اي او يعني سلك رقم 12 اصلا رقمه 18 هنا احنا منعرف الراس برو باي ان السلك بتاع الليد اللي هو رقم 12 او اتبط يعني الراس برو باي هتشغل الكهرباء عليه وتطفيه هنا احنا منقول له خلي الكهرباء في اللمبة مقفولة في الاول بعديها ويل ترو ده معناه انك بتقول الراس برو باي بعد ما تخلص الاوامل الفوق دي كلها ادخل في دايرة مغلقة بعدها الراس برو باي هينفز في الاوامل اللي تحت دي للابد وببساطة مكتوب في الاوامل اللي تحت دي افتح اللمبة بعدين روح نام لمدة ثانية اف اللمبة وارجع نام لمدة ثانية وبعد ما يخلص بس هيقوم راجع من الاول ثاني يفتح اللمبة ويستنى ثانية يقفل اللمبة ويستنى ثانية وبس كده الشغل يكون خلص نوصل اللمبة والمقاومة نوصل اسلاك في جي باي او ندوس رن ونسجل ملف باسم لد ود باي واخيرا اللمبة تنقر اللحظة دي بيكون تاريخية جدا بالنلبة للتجربة الاولى بس هيتبقى لك اخر خطوة في الشغل لازم تصور مشروع وتنظروا على الفيسبوك والانستجرام سلام